إذن بخطة ثابتة تتجه الصين إلى بسط نفوذها في مجالات عدة إذ يبدو أن بكين تسحب بهدوء البساطة من تحت أقدام غريمتها واشنغتون في بقاع عدة من العالم ففي إفريقيا مثلا تعد الصين أكبر شريك تجاري رئيسي للقارة السمراء ومستثمرا بارزا في مشروعات البناء التحتية والتعدين حيث أظهرت بيانات صينية رسمية أن التجارة بين الصين وإفريقيا وصلت إلى 254 مليار دولار في العام 2021 وعشرين بزيادة تفوق 35% على أساس سنوي وعلى إثر الاترابات العميقة في التجارة العالمية والحماية التجارية شهد العديد من البلدان بما في ذلك الدول الغربية المتقدمة مشكلات اقتصادية خطيرة عقب انتهاء أزمة الكورونا وبداية أزمة أوكرانيا فيما أسهمت المرونة الاقتصادية للصين في تحقيق فائد تجاري بلغ 78.76 مليار دولار في مايو من العام الماضي كشف باحثون أن هناك مؤشرات عن الصين تحقق احتكارا في تكنولوجيا مهمة بما في ذلك الاتصالات المتقدمة والجلين الخامس والسادس فضلا عن الهيدروجين والبطاريات الكهربائية والبيولوجيا الصناعية من غير المعتاد أن تتصرف الصين بمفردها للتوسط بين اتفاق دبلوماسي يخص نزاعا ليست هي طرفا فيه غير أن وساطة بيكين الأخيرة بين الرياض وطهران لاقت ترحيبا دوليا واسعا عسكريا كشف البنتاجون مؤخرا أن الجيش الصيني يعزز من قدراته بشكل متزايد وأصبح أكثر استعدادا لاستخدام أدوات القوة العسكرية بطريقة لم تحدث في العصور السابقة يعد الجيش الصيني الأكبر في العالم من حيث العدد والثاني من حيث الميزانية يرى خبراء أن خطوة بيكين في شتى المجالات تعزز شعورا بتنامي القوة والنفوذ الصينيين ما يغذي الحديثة عن تضاءل النفوذ العالمي للولايات المتحدة الأمريكية